عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الجارية تنفيذها استهل مدبولي بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة ولفت مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بأهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التي من شأنها تمكين الحكومة من العمل بكامل هيئاتها من مقارها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة